قلت لكم من بارح امام عشور هيبقى موجود في قائمة النادي الاقلي لهذه المواجهة وقلت لكم ان المشكلة او الحكاية او الامصة اللي بين امام عشور ومارس الكورا هي بسيطة جدا جدا وهيبقى موجود في قائمة مباراة ساندونز وده اللي اكدوا النهاردة مارس الكورا في المطالبة الصعفي وهانو مفيش حاجة بينه وبين امام عشور الزريف كمان ان احمد عبدالقادر كمان موجود في القائمة ما يبدو ان مارس الكورا عايز يستخدم كل اوراقه ومش عايز اي حاجة تخلي بكرة الفريق مش مكتمل زكاء من مارس الكورا في الفترة دي برافو عليه طيب الاهلي بيعمل ايه بقى او مارس الكورا عمل ايه خلال الساعات اللي فاتت استعدادا لهذه المواجهة على اقولك ماشي مش موجود على الفيديو طيب هوا مارس الكورا عمل محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران اللي بدأ طبعا بقراءة الفتحة وكل العمل جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات وعمل جلسة تانية مع الدكتور احمد جدالله الطبيب الفريق عشان يطمن على المصابين امام عشور شارك في المران الجماعي واعلن جهازيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الغد وكريم فؤاد شارك في المران الجماعي بعد تعافيه من الاصابة اللي كانت شد من الدرجة التانية في العضلة الضمة كمان عمر السلية واصل تنفيذ برنامجه التأهيل للتعافي من الاصابة في العضلة الخلفية وبدأ مرحلة جديدة بالتدريب بالكرة لعب النادي الاهلي النهاردة احتفلوا بعيد ميلاد اندرياس اندويا محطة الاحمال البدنية قبل مران الفريق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الحضور للمران الاتمان على استعادات الفريق قبل مباراة ساندونز وعمل جلسة مع الكابتن خالي بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي طيب قائمة النادي الاهلي لهذه المواجهة هتكون كالتالي فيها تقريبا كل العناصر كل العناصر يعني محمد شناوي في حراسة المرمى ومصطفى شبير ومصطفى مخلوف معاه في خط الدفاع هي موجود علي معلول وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأكرم توفيه ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ده في خط الدفاع وفي وسط الملعب أحمد نبيل كوكا ومران عطية وإمام عشور وإمام عشور وإحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشا وقاليو ديانج وحسين الشحات وطار محمد طاهر وريدة سليم وبرسي تاو وفي الهجوم محمود عبد المنعم كهربا مع أنتوني مودست وصلاح محسن دي قائمة النادي الآلي لهذه المواجهة